على الجانب الآخر نهاردة النادي الأهلي بيعتذر عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة زي ما حضراتكم سمعته الأستاذ شريف فؤاد يكلم في هذا الأمر وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم ومع انضمام عدد كبير من لعاب الفريق للمنتخبات الوطنية بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين للمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة كما درس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فريق الشباب والناشئين وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت أعتقد أن ده حق أصيل للنادي الأهلي زي ما قبل كده فضل الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية بسبب تلاحم المواسم وضغط المباريات الفترة دي كمان مش سهلة وعندنا فيها دوري أبطال أفريقيا وكمان عندنا فيها لعبين كتير في المنتخبات الوطنية وبالتالي ده كان القرار الأفضل من وجهة نظر النادي بعد دراسته من كافة الجوانب الحقيقة جوانب كتيرة جدا تم دراستها وزي ما قلت لحضراتكم لو كان نقدر نستعين بالشباب كنا جبنا الشباب وعملنا وخلينا وسوينا ولكن زي ما حضراتكم شايفين في النهاية اعتذر النادي الأهلي عن المشاركة في هذه البطولة اشتركوا في القناة